السلام عليكم ويسعد أوقاتكم بكل خير من وين ما كنتوا عم بتتابعوني رح نعمل هذا الأسبوع عدة مخللات رح نبدأها اليوم في مخلل اللفت بس بحب أحكي لكم إذا كنتوا أول مرة بتتابعوني بتشوفوا فيديوهاتي ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى تشوفوا الفيديوهات السابقة وإذا أنتم من متابعيني دائما لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب وتتركوا تعليق حلو زيكم بتمنى لكم مشاهدة ممتعة بس رح نحكي شوي عن اللفت وفوائده هو طبعا عدة أنواع بيجي من أشهرها اللفت اللي بنفسه جي المتعارف عليه اللي كلنا بنعرفه متواجد في الدول العربية بكثرة باسم اللفت طبعا بيتميز بنكهته الحارة يطلق عليه في بعض البلدان اسم الشلغم أو السلجم لكن الاسم الدارج زي ما حكينا هو اللفت طبعا له العديد من الفوائد من أهمها أنه بيحافظ على صحة العظام بيحارب الأورام السرطانية كمان مفيد للقلب والرئتين بيستعملوه للتخسيس ومفيد في عملية الغضب زي ما أنتوا عارفين اللفت ممكنين حشاء زي المحاشي بالضبط بالرز واللحمة وإلو طرق مختلفة للطبخ إن شاء الله رح أنزلكم إياها قريبا اليوم زي ما حكينا رح نعمله مخلل أول خطوة لازم نغسله ونقشره ونقطعه شرائح متوسطة السمك ونحطه بالماء لبينما نحضر المحلول الملحي في ناس بعملوا هاي الحركة من الليل وبخلوه يعني 12 ساعة في المي لكن أنا بلاحظ أنه يعني بحس أنه ما في داعي لها الحركة بالنسبة للمحلول الملحي أو أنتوا بتكون تعملوا أي نوع من أنواع المخللات في قاعدة إنه رح نحط لكل كاسة مي ملعقة طعام من الملح بس ضروري إنه الملح يكون ملح بحري أو صخري يعني ملح خشن ملح الطعام اللي بيحتوي على اليود يعني لا ينصح إنه نعمل فيه مخللات يعني ما رح تنجح معنا الوصفة مية بالمية وفي النهاية رح نضيف لكل مرتبان ملعقة ملح وملعقة سكر يعني ملعقة السكر هاي بس على كامل المرتبان وملعقة الملح هاي الإضافية زيادة عن المحلول اللي إحنا عملنا رح نحركهم لحتى يذوبوا تماما برضو لحتى اللفت يأخذ لون حلو لازم له صبغة الصبغة رح نعملها إحنا الأكيد طبيعية من الشمندر أو البنجر بس لازم أول شي نغسله ونقشره ونقطعه شرحات لحتى نحطه بين حبات اللفت طبعا إحنا رح نحط طبقات يعني طبقة من اللفت وأكم قطعة من الشمندر يعني بنا حبة تقريبا لكل مرتبان بس نرتبهم رح نغمر المرتبان في المحلول الملحي ونحكم إغلاقه كويس رح نتركه لمدة من أسبوعين لعشرين يوم تقريبا حسب الجو وبس هيك بتكون المخلل صار عنا جاهز بتمنى إنه عجبكم الفيديو إني ما طولت عليكم انتظروني في مخلل الخيار ومخلل البيتنجان أو لب البيتنجان قريبا إن شاء الله لا تنسوا دعم القناة أشوفكم على خير أستودعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر